اشتركوا في القناة قرب اطلاق اول قمر صناعي بحريني مشترك مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة نعم ويحمل القمر الاسم ضوء واحد تيمنا بكتاب الضوء الاول لاجلالة الملك المفدى حافظه الله ورعاه حيث من المقرر اطلاقه مع نهاية شهر ديسمبر 2021 ويعد انجازا كبيرا لمملكة البحرين ساهم في تنفيذه نخبة من الشباب البحريني المؤهل والمتمكن في مجال علوم الفضاء جاء ذلك لدى استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وسعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وفريق البحرين للفضاء المكون من نخبة من الكوادر الشبابية العاملة في الهيئة والمساهمة في تنفيذ هذا المشروع وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بهذا الإنجاز الذي جاء تحقيقا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتنفيذا لتوجيهات جلالته السامية بشأن تطوير الجهود في مجال علوم الفضاء وغيرها من العلوم المواكبة لمتطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل والعمل على تعزيز القدرات الوطنية بتأهيل الشباب البحريني للإبداع والتميز في هذا المجال مثنيا سموه على الجهود الكبيرة للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء من أجل إنجاز هذا المشروع الذي يؤكد ما يتمتع به الشباب البحريني في مختلف المجالات ويترجم روحهم الوطنية وعزيمتهم وإصرارهم على تحقيق كل ما من شأنه رفعة مكانة البحرين وتقدمها العلمي والتقني منوها بالتعاون المثمر مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمن العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين من جانبه أعرب سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عن بالغ الشكر والتقدير والامتنان لسموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على اهتمامه ورعايته حيث يأتي تفضله بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار دعم سموه اللامحدود لجهود الهيئة وأنشطتها وضمن دعمه لتنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية التي تم وضعها في عام 2019 وتمتد إلى العام 2023 لتحقيق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لتطوير القدرات والكوادر الوطنية في قطاع علوم الفضاء وأكد سعادة وزير مواصلات والاتصالات أن ما تشهده اليوم من فريق البحرين للفضاء والذي تم تشكيله في نهاية 2018 الخطوة الأولى لتطوير قدراتها الوطنية يدعو للفخر والاعتزاز مبينا أن الهيئة مستمرة في بدل الجهود من خلال المبادرات التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ومن أبرزها البدء في تنفيذ قمر صناعي بحريني بالكامل خلال العامين المقبلين بأيدي الكفاءات البحرينية التي تم الاستثمار فيها خلال الفترة الماضية متضمنا حمولة تلبي مجموعة من الاحتياجات الوطنية إضافة إلى إنشاء المختبرات العلمية المرتبطة بالمشروع ومن جهته عبر سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عن فخره بهذا المشروع الوطني الذي كان دعم القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها الركيز الأساسي في تحقيقه منوها بأن هذه الطاقات البحرينية الشابة في مختلف التخصصات الهندسية للتنفس على الريادة العالمية في مجال الفضاء مؤكدا أن الهيئة تدعم الكفاءات الوطنية وتعزز إمكانياتها المعرفية والتقنية والعملية فجميع كوادرها من البحرينيين المؤهلين مشيرا إلى أن من بين جوانب التميز في الهيئة أيضا أن نسبة المرأة البحرينية بين أفراد الفريق تبلغ 64% وذلك ضمن جهود المملكة لتمكين المرأة في مختلف القطاعات والهيئة مستمرة في استقطاب المزيد من الشباب البحريني المتمكني والطموح